اعادة تفعيل الاتفاقات الامنية لمنع انتقال الارهابيين بين ليبيا والدول المجاورة بريطانيا تتسلم هاشم العبيدي ليمثل امام القضاء البريطاني واتفاق السوداني وزع رئاسة الهيئة الانتقادية بين العسكري والمدنيين اهلا بكم في التفاصيل مصيبة الارهاب جمعت بعض جيران ليبيا لاعادة تفعيل الاتفاقات الامنية المعطلة بهدف منع انتقال الارهابيين بين ليبيا والدول المجاورة واستباق مشاريع داعش للتمدد في المغرب العربي حرب ترابلس المتواصلة منذ اشهر من دون افق واضح وتهديدات داعش والاخبار عن وجود البغدادي في ليبيا لينطلق منها الى الدول المجاورة وضعت على بساط البحث تفعيل الاتفاقات بين ليبيا وجيرانها الامين العام لوزارة الداخلية الجزائرية محمد الامين درامشي حذر من استفحال الجريم المنظمة بانواعها بسبب ارهاق القوات الامنية في العمل على كل المستويات لمحاربة الارهاب واستتباب الامن والاستقرار في مناطق النزاع اما تونس فاتفقت مع حكومة الوفاق الوطني قبل ايام من حرب ترابلس على تأمين الحدود المشتركة ومكافحة تسلل العناصر الارهابية خصوصا بعدما نقلت وسائل اعلام عراقية عن وزير المالية الاسبق باقر جبر الزبيدي قوله ان زعيم داعش ابو بكر البغدادي في ليبيا ويمكن لداعش مهاجمة مصر وتونس محاولا اقتطاع جزء من افريقيا منطلقا من ليبيا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعرب عن تخوفه من تسلل مسلحين من ادلب السورية الى ليبيا وبعد مقتل احد عشر مغربيا في غارة على مركز المهاجرين بتاجراء بدأ المغرب مساع ديبلوماسية غير معلنة لاقناع اطراف اقليمية بجدوى المحافظة على روح اتفاق السخيرات وعبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني عن ذلك بدعوة الاطراف الليبية الى احترام اتفاق السخيرات الذي يعتبر بنوده لا تزال صالحة لخروج البلاد من الوضع الراهن وقال في حوار له مع قناة فرانس فاند كاتر ان بلاده كانت راعية لاتفاق عقد على اراضيها ولا تزال متشبثة به كحل سياسي اساسه الاتفاق قال المهتم بالشأن الليبي عبدالعظيم البشتي في نشرة سابقة على دبلو تيفي ان ليبيا في امس الحاجة لهذه الاتفاقية لما لها من اهمية في ضبط الحدود وجهد حقيقي تتوفر فيه كل الشروط الجستية والامنية لتفعيلها نحن في امس الحاجة مثل هذه الاتفاقية على ان تكون فعلا جهد حقيقي جماعي تتوفر له كل الشروط الجستية والامنية والتسليح والمخابرات في كل النواحي ترتبات امنية مشددة منذ ساعات الصباح الاولى داخل وخارج مطار معتيقة وكالت ريترز ذكرت ان سبب هذه الترتبات وصول طائرة بريطانية لتسلم هاشم لعبيدي شقيق منفذ تفجير مانشستر سليمان لعبيدي طائرة بريطانية خاصة حطت الاربعاء في مطار معتيقة في العاصمة طرابلس وعلى متنها وفد امني بريطاني جاء لتسلم الليبي هاشم لعبيدي شقيق منفذ هجوم منشستر الانتحاري وذكرت وكالة ريترز ان النائب العام الليبي كان قد اسقط الجنسية الليبية عن شقيق انتحاري منشستر والذي اودى بارواح 22 شخصة في مايو 2017 وكانت الشرطة البريطانية قد اصدرت مذكرة توقيف بحق لعبيدي المعتقل لدى الجهات الامنية بطرابلس مطالبة بتسليمه للندن بناء على طلب ممثلي الادعاء في المحكمة البريطانية من جانبه وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق فتح باشاغا اكد في تصريحات صحفية سابقة ان القضاء الليبي وافق على تسليم هاشم ولكن بعد اسبوع من صدور هذا القرار القضائي بدأت القيادة العامة عملياتها العسكرية ضد طرابلس ما دفع حكومة الوفاق الى ارجاء التسليم العبيدي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما وهو من سكان العاصمة البريطانية لندن ويحمل الجنسية البريطانية والد العبيدي يسمى رمضان عابدي وهو ضابط امن سابق في ليبيا والابوان ينحدران من قبيلة العبدات الواقعة شرقية ليبيا هاجر رمضان العابدي واسرته الى لندن هربا من نظام القذافي قبل ان ينتقلا الى جنوب منشستر حيث عاشا لمدة عشر سنوات وقد تسلمت السلطات البريطانية شقيق منفذ هجوم منشستر هاشم العبيدي من السلطات الليبية وازرت بحقه مذكرة اعتقال واكد الناطق باسم شرطة منشستر ايان هوب كينز ان الشرطة تسلمت لعبيدي وسيمثل امام القضاء البريطاني تمت اليوم عملية تسليم هاشم العبيدي من ليبيا للسلطات البريطانية بنجاح ووصل مخفورا الى بريطانيا حيث سيمثل امام القضاء البريطاني بتهمة التآمر والقتل المتعمد اعلنت وزيرة الدفاع الايطالية اليزابيتا ترينتا ان عملية سوفيا لانقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط سمحت للاتحاد الاوروبي العمل مع خفر السواحل الليبي واشارت الى ان العملية ما زالت مستمرة ولكن مع تقليص قدراتها واضاف ترينتا ينبغي تعديل عملية سوفيا وتغيير القواعد الاوروبية بشأن تقاسم اعباء استضافة المهاجرين النشرة متواصلة وفيها بعض الفاصل تظاهرات واضربات في المخيمات الفلسطينية في لبنان من جديد نرحب بكم وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالاحرف الاولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد اطر تنوض السلطة بين المدنيين والعسكريين في خلال المرحلة الانتقالية صفحة جديدة في تاريخ السودانيين تفتح اليوم فبعد ليلة من محادثات ماراتونية توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الى اتفاق سياسيا طال انتظاره في السودان على ان تتم مناقشة الاعلان الدستوري في وقت لاحق وذلك على وقع الاحتفالات وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحضور الواسطين الافريقي والاثيوبي حيث اشهدت السفارة الامريكية في الخرطوم بالاتفاق السياسي الوسيط الاسيوبي محمود درير حاول مغالبة دموعه خلال كلمة عقب التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق الذي وصف بالتاريخي بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات المعارضة وقعا بالاحرف الاولى على اتفاق سياسي في اطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف الانتقال البلد الافريقي الى الديمقراطية ويشمل الاعلان السياسي الذي وقعه الطرفان اثنين وعشرين بند تستعرضها ستة فصول تنص على المبادئ المرشدة والترتيبات الانتقالية والمجلس التشريعي ولجنة التحقيق ومهام المرحلة الانتقالية والمساندة الاقليمية والدولية وينص الاتفاق الجديد على ان يترأس العسكريون اولا الهيئة الانتقالية لواحد وعشرين شهرا على ان تنتقل الرئاسة الى المدنيين لثمانية عشر شهرا وقد يمهد هذا الاتفاق لحل الازمة السياسية التي يشهدها السودان منذ اطاحة البشير بعد اشهر من التظاهرات ضد حكمه في جديد المواجهة الامريكية الايرانية خمس وستون دولة تشتبع في البحرين لبحث الامن البحري في الخليج في حين اظهرت تصريحاته الايرانية بشأن السواريخ الباليستية ازواجية في التعاطي تتأرجح المواجهة الامريكية الايرانية بين موقف متشدد يزيد من التأزم واخر ايجابي افتح المجال امام التهدئة والحوار فقد اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه لا يسعى الى تغيير النظام في ايران مؤكدا في الوقت نفسه انه لا يمكن لطهران امتلاك السلاح النووي كذلك لفت وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى ان ايران لمحت الى استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي اما الموقف الايراني فمتناقد اذ اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف ان برنامج بلاده للصواريخ الباليستية قد يطرح على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة اذا توقفت واشنطن عن بيع الاسلحة لحلفائها في الشرق الاوسط بينما جزم المتحدث باسم بعثة طهران لدى الامم المتحدة علي رضامير يوسف ان صواريخ ايران غير قابلة مطلقا وتحت اي ظرف للتفاوض مع اي احد او اي دولة ومن الاتفاق النووي والسلاح الايراني الى امن الخليج المواجهة بين الطرفين مستمرة واعلن المبعوث الامريكي بشأن ايران براين هوك ان 65 دولة ستجتمع خلال اسابيع في البحرين لبحث الامن البحري في الخليج كذلك اشارت الخارجية الامريكية الى ان واشنطن تستطيع وحدها ان تحافظ على حرية الملاحة لكنها تريد ان يكون شركاؤها وحلفاؤها معها في هذه الجهود وفي هذا الاطار اعلنت الخارجية الايرانية ان ايران قدمت المساعدة لناقلة نفط اجنبية واجهت مشكلة فنية في الخليج بعد تلقيها نداء استغاثة منها في حين اكد مسؤولون امريكيون انهم ليسوا واثقين مما اذا كانت ايران احتجزت ناقلة نفط وسحبتها الى المياه الايرانية ام انها انقذتها بعد ان واجهت عطلا فنيا مثل ما تؤكد طهران سئل الخبير في العلاقات الاوروبية الاستاذة محمد رجاني بركات في نشرة سابقة من الو تي في اذا كان فعلا هدف التحالف الذي تسعى واشنطن لتشكيله هو تأمين حرية الملاحة ام هناك اهداف اخرى طبعا المقصود بالخطر على حرية الملاحة هو دولة ايران فبالتالي شاهدنا في السابق التحالف دولي ضد القرصنة قبل عدة سنوات وطبعا نجح هذا التحالف في وقف عمليات القرصنة في المنتقل الخليج فالان هذا التحالف اعتقد ستنضم اليه الدول المعتادة المؤيدة للولايات المتحدة الامريكية والتي تريد ايضا الوقوف في وجه ايران اعلنت وزارة الخارجية البرتغالية انها اوقفت اصدار تأشيرات دخول للمواطنين الايرانيين بسبب تحديث اجراءات الامن في قنصليتها في طهران وليس بسبب قضايا سياسية او اي تهديدات امنية وشددت على ان الخطوة لا ترتبط بتقييم للظروف الامنية العامة في ايران او اي جوانب مؤسسية او سياسية اخرى بعد طول اخذ ورد اعلنت الولايات المتحدة الامريكية ان قرار تركيا شراء النظام الصاروخي اس 400 يجعل من المستحيل لاستمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة اف 35 منذ ان بدأت تركيا بتسلم منظومة الصواريخ الروسية اس 400 والانظار تتجه الى الولايات المتحدة لمعرفة الخطوة الامريكية التي ستترجم من خلالها واشنطن تحذيراتها السابقة لانقرة واعلن البيت الابيض اليوم تعليق مشاركة تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة اف 35 واستبعادها منه رسميا مشيرا الى ان قرار تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي اس 400 يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة اف 35 وزارة الدفاع الامريكية اعلنت من جهتها وقف تسليم انقرة طائرات اف 35 ردا على شرائها المنظومة الروسية مشيرة الى انها ابلغت الطيارين الاتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول ال 31 من يوليو واكد البنتاجون ان تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليس صفق الطائرات اف 35 وتأتي العقوبات الامريكية غدا تصريح الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر فيه انه من غير العادل منع الولايات المتحدة الان بيع مقاتلات اف 35 بمليارات الدولارات لانقرة ولفت ترامب الى ان العلاقات جيدة بين بلاده وتركيا واكد ان المحادثات مستمرة بين الطرفين في تطور امني لافت استهداف ثلاثة دبلوماسيين اتراك في حادث اطلاق نار في مدينة اربيل شمالية العراق والرئاسة التركية تتوعد بالرد الدبلوماسية التركية تقع ضحية نيران المسلحين في مدينة اربيل شمالية العراق فقد تعرض نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق لاطلاق نار في المدينة ما ادى الى مقتله واثنين من الدبلوماسيين الاتراك وفي تفاصيل الحادث اطلق مسلحان النار على الدبلوماسيين الاتراك الثلاثة بينما كانوا يتناولون الطعام في احد المطاعم في مدينة اربيل ما ادى الى مقتلهم وبعد الحادث طوقت قوات الامن المكان واغلقت الطرق المؤدية الى المطعم وبشرت عملية البحث عن منفذي الهجوم في حين بدأ مدير الامن في كردستان العراق شخصيا الاشراف على التحقيق في ملابسات الحادث استنادا الى كاميرات المراقبة في المكان وتجدر الاشارة الى ان الحي الذي وقع فيه الحادث يخضع الى مراقبة امنية كثيفة اذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقتن فيه عدد كبير من الدبلوماسيين الاجانب جاء من الرئاسة التركية التي توعدت بالرد واكد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين انه سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم اربيل الشنيع وان التدابير بدأت للعثور على مرتكبه تقارير اعلامية تنقلت عثور الشرطة الايطالية على صاروخ ماتر جوجو فرنسية الصنع كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه في الماضي وقطر تفتح تحقيقا وتكشف النتائج ضبطت ايطاليا ترسنة اسلحة لدى ما وصف بانها جماعة يمينية متطرفة واعثرت على صاروخ ماتر جوجو فرنسي الصنع كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه امر استدعى قرق قطر التي تابعت عن كثب التقارير الاعلامية المتعلقة بالحادثة لتصدر بعدها بيانا توضح فيه ان الصاروخ كان ضمن عدد من الاسلحة بيعت الى دولة ثالثة قبل 25 عاما واضافت ان هذه الدولة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق وذكرت ايطاليا ان المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ عبر تطبيق واتساب واظهرت فحوصات لاحقة ان الصاروخ سليم لكن لا يحتوي على شحنة متفجرة من جهتها بدأت قطر تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في ايطاليا والدولة التي بيع الصاروخ لها في السابق على الرغم من انباء تفيد بان الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تخططان لافشال المحادثات بين واشنطن وسيول عربت الولايات المتحدة عن املها لاستكمال التفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي الولايات المتحدة متفائلة بالوعود التي قطعها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للرئيس دونالد ترامب هذا ما أعلنته الخارجية الأمريكية التي قالت ان الزعيمين اتفقوا في خلال القمتين التي جمعتهما على استئناف المحادثات بين البلدين لوضع الأسس لاتفاق المستقبلي وهذا ما نأمل أن يتحقق العلاقة جيدة جدا مع كوريا الشمالية وحققنا تقدما الوقت ليس معيارا وأؤمن أن الأشياء الجيدة ستحدث وعليه عبرت واشنطن عن تطلعها إلى التكمال للتفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي على الرغم من تحذير بيونج يونج من أن التدريبات العسكرية المشتركة المقرر الشهر المقبل بين واشنطن وسي يول ستؤثر في ذلك هذا الأمر رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغين أورتيغس التعليق عليه وأحالت السؤال إلى البنتاجون ولم تعطي أورتيغس أهمية لبيان كوريا الشمالية الذي يفيد بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يخططان لإفشال المحادثات السنائية وقالت أورتيغس البيان جاء من شخص ثانوي داخل وزارة تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان تظاهرات وإضرابات منذ أيام بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن التفاصيل في هذا التقرير تتواصل الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان ضد قرار وزير العمل حول العمال الفلسطينيين وأقفل سكان مخيمات بالداوي والمي يومي للاجئين الفلسطينيين مداخل المخيمين صباح اليوم وأحرقوا الإطارات المططية احتجاجا على هذه القرارات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أكد أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني النافذ وبحسب القرار يحذر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين من دون الحصول على تصريح فضلا عن إغلاق المؤسسات والمنشآت الفلسطينية التي لم تستحصل على التصريح اللازمة للعمل في المقابل طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسالة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري معالجة الأثار السلبية كما وصفها الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل معتبرا أنه ألحق أضرارا كبيرة بالحقوق الإنسانية والمدنية وأغلق أبواب المعيشة أمام اللاجئين الفلسطينيين إلى ذلك اتفق وزير العمل اللبناني مع سفير فلسطين على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى ستة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية ووقف أي إجراء بحقهم صادق البرلمان الأوروبي على انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا لاين رئيسة جديدة للمفاوضية الأوروبية بأغلبية 383 صوت مقابل 327 صوت انتخب البرلمان الأوروبي أرسولا فاندر لين رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي وصوت إلى جانب فاندر لين 383 نائبا في البرلمان مقابل 327 صوت ضدها مع امتناع 22 نائبا عن التصويت فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوت للحصول على هذا المنصب الألمانية فاندر لين أول امرأة تترأس المفاوضية الأوروبية ودعت جميع النواب الأوروبيين إلى العمل في شكل بناء وأعلنت فاندر لين بعد انتخابها بالاقتراع السري في البرلمان الأوروبي في سترسبرغ رسالة لكم جميعا هي الآتية فلنعمل معا بشكل بناء لأن المطلوب هو أوروبا موحدة وقوية وتوجهت رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي بالشكر لأعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعطوها أصواتهم لتصبح رئيسة المفاوضية خلفا لجونكلود يونكر داعية ناقضيها في الوقت ذاته للتعاون معها أما أنجريت كرامب كارين باور أو ميني ميركل رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا بعد انتخابها خلفا لفوندر ليين نقصب البرلمان المحافظين بعد أربع سنوات من حكم اليسار وسيبدأ البرلمان رسميا مهامه بعد انتخاب رئيس له الخميس عاد اليمين في اليونان للحكم مجددا بعد فوز صاحق للمحافظين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يوليو بعد أربع سنوات من حكم اليسار حيث نصب البرلمان اليوناني الجديد ومن المقرر أن يبدأ أمهامه رسميا بعد انتخاب رئيس له غدا الخميس وقد جعل رئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسو تاكيس من تعزيز النمو أولوية لحكومته مع خفض الضرائب وصفقات خصخصة وسيحدد ميتسو تاكيس أولويات سياسة حكومته في نهاية الأسبوع قبل تصويت على الثقة في وقت متأخر للأحد ويشغل حزب الديمقراطية الجديد الذي يرأسه ميتسو تاكيس 158 مقعدا من أصل 300 في البرلمان وفي المقابل خرج حزب الفجر الذهبي للنازيين الجدد من البرلمان للمرة الأولى منذ العام 2012 وتتسلم الحكومة الجديدة اقتصادا يسجل طباطئا في النمو ودينا عاما يتجاوز 180% من أجمال الناتج الداخلي ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية نتابع النشرة بعد الفاصل وفيها مهرجان الخيول على شاطئ جيمينس تقاليد وفنون من جديد نرحب بكم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل هذا ما نشأ عليه الأجداد ومهرجان الخيول على شاطئ جيمينس يعرض تقاليد زينتها وفنون ركوبها بدأ موسم الصيف وبدأ معه موسم مهرجان الخيول الذين يجتمعون من عدة مناطق لعرض خيولهم التي تكسيها العدة العربية القديمة والتي لا زال يخصفرون بها يجتمع الفرسان على شاطئ جيمينس في كل سنة يمارسون رياضة ركوب الخيل وما يعرف عند الفرسان باسمها الشعبي الميز أو الملهاد فهذه الهواية تعتبر من التراف الشعبي القديم الفرسان المشاركين والجماهير الحاضرين متمسكون بتراف الآباء والأجداد لكي تتعرف كل الأجيال على الخيل سابقا وكيف كان دورها في مسيرة الجهاد طبعاً عادتاً هذه كل صيف نجعو فيها عادات تقاليد في جابنا واجدادنا وابائنا طبعاً وكل موسم يعني كل صيف نارسوا فيها عادات تقاليد هذه فرسان قمينس وفرسان يعني برقى صفحة عامة كاملة ووضع برنامج يعني كل صنع يعني كل عام تتجدد هذه الهواية بتعليم فرسان جدد من الشباب وحتى الأطفال يأتون كل سنة لتعلم رياضة ركوب الخيل تحت إشراف الفرسان القدامة والمشاركة معاً بهذا المهرجان محمد العزمي دابيو تي بي يمين الساعة الصفحة الأخيرة للكاريكاتير وفي الختام نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصدو تيفي في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة